بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا يوم الحد خلاص بنتكلم عنه ازاي نقدر نتجاوز كل ما نستطيع ان احنا نتجاوزه من مشكلات البيوت واحنا غلاص اتفاقنا على ان احنا بنعيش في التوافق والسعادة ننتقل من التوافق الى السعادة نمر بالرضا لغاية ما نوصل للتوافق في حاجات مهمة جدا جدا لازم نلاحظها في البيوت احنا دايما في يوم الحد ونطبق قوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة فيه تلت اوصاف لأي حالة من الحالات اللي انا ببص فيها في الإرشاد الزواجي عشان اقدر اتعامل معها واقدر اعرضها على حضراتكم التلت اوصاف ايه؟ ان انا لما تكون في مشكلة لازم اتأكد ان المشكلة دي متكررة انا يعني يوم الحد ما بجيلكم مش اي حالة كده ولا اي استشارة كده بتكون مرت علي ولا مرة لا لازم تكون متكررة تاني حاجة لازم تكون شائعة تالت حاجة ان يترتب على حلها حل المشكلات اخرى متصلة بها ومن احد العلامات اللي اصبحت كتيرة في الازواج والزوجات اللي بيشتكوا منها ان الزوج يقول لزوجته انت بتهتمي باولادك اكتر مني وهي تقوله انت بتحب اولادك وتلعب معهم اكتر ما بتعبرلي عن حبك ومشاعر وبقى عندنا حالة انا بسميها اهمال الزوجين لبعض لحساب الاولاد قال ايه لحساب الاولاد يعني هما بيدعوا ان هما بيهملوا بعض لحساب الاولاد خلينا اقول لكم قاعدة كده عندنا في الارشاد الزوجي ان الاولاد في الغالب هم مصرح بيقرض فيه الازواج العلاقة اللي بينهم في مصرح الاولاد ازاي يعني؟ لو بينهم خناء عيعملوا ايه؟ عايز اعاقوا في الولاد لو بينهم محبة الاولاد هيشربوا شهد الوفاق وشهد السعادة فالاولاد هم المصرح اللي بيظهر فيه علاقة حسن او قبح سوء او جمال علاقة الزوجين ببعض وعشان كده اول علامة من علامات الاهمال هو انقطاع التواصل ما بين الطرفين ما بين الزوجين يعني الراجل لما يتعرض لمشكلة من المشكلات بيكون ليه طبيعة كده مختلفة هو انه يدخل في كهفه الخاص ويقعد لوحده السدات بقى الحركة دي بقى بالنسبة لهم بتدهيقهم جدا جدا لانها بتبدأ تحس باربع حاجات اول حاجة تحس ان هي السبب في المشكلة دي هو في نفسه بيقول انه السبب في المشكلة دي الحاجة التانية انه مش عايش يشاركني لان انا هو مش واسق في تفكيري او ان انا بالنسبة له حاجة مش مهمة الحاجة التالتة هو شايف انه الاسرة والبيت عبق عليه وعشان كده مش هيزود العبق ده بانه هو يجي يكلمني الحاجة الرابعة هو عايز انعزل عننا لاننا مش مهمين في حياته وكل ده بيتم ترجمته عن المرأة انه اهمال تماما لي يبا يدوت ايه اه 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 الاربع حاجات دي بيترجمها ان الراجل ده بيهمني مع ان الراجل بيكون شايف ان دي حماية ليها انه مش عايز يشايلها الهم وعايز ياخد همومه ومشاكله على جنب كده وعلى صدره بدل منهم والوجع كله أخده على صدره ويخليهم هم في أمان وبالمناسبة ده من الصح قوي يعني اللي بيعمله الزوج دلوقتي ده من الصح قوي وخاصة بعد ما قلت لكم الكلام ده لأن في النهاية هم شركاء في الحياة ولنا أسوة حسنة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار السيدة المسلمة ومن قبلها لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه لوحي وإزاي شركته ستنة السيدة خديجة في ده فإلا حاصل فطمنت قلبه وبينت لنا نموذج المرأة التي في الحقيقة هي سند لزوجها وكذلك ما فعلته ستنة مسلمة لما كان بسببها انفرج مشكلة المسلمين ويزيد شعور الزوجة على فكرة بالإهمال إن بعض الرجالة بيحاولوا يوصل إن هو يوصل ليها إن هو مش محتاج للشعور بالأمان لأن هو معتبر إن هو إذا احتاج للشعور بالأمان من زوجته هو مش هيقدر يكون راجلها أفكار غريبة ولا هو كمان محتاج للاحتواء ولا الاحتضان وكل وقت هو بيكرس السورة دي باستمرار وده من الأخطاء الكبرى في الأزواج لأن الأمان ممكن يجيلك من الزوجة على فكرة بل هو طبيعي إن هو يجيلك من الزوجة هي لما تقول لك سبها على الله كل الأمور بسيطة الهم اللي على قلبك اللي انت شايله طبعا إحنا هنتصرف إزاي في البيت وجدت إيد معاك بتسندك ما تتعبش نفسك كلمة صعيف صغيرة لكنها تغير حالك زي كلمة بالضبط بتاع الستينة خديجة عليه السلام لما قالت لحظة النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا يخزيك الله أبدا الله انت مش هخزيك الله أبدا 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 هذه كلمة في محلها عشان كده أحد أشكال مدد الله للعبد أن تأتيه لمساندة من زوجته أو من الزوج لزوجته وعشان كده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين يقول للسيدة عائشة لما تشتد عليه الأنوار كلمين يا عائشة وإن كان ده في عالم الكمالات النبوية فما بالك بقى في حالنا إحنا الإنساني لما ييجي الزوج بقى يلوم على زوجته أنها بتهتم بالأولاد وما بتهتمش به وده في الحقيقة في أوقات كتيرة مش بيبقى صحيح لأنها بتبقى مهتمة بالأولاد لأنهم محتاجين لهذا الاهتمام لكن هي في نفس الوقت هي مش عارفة اهتمامها بيها يكون إزاي لأنهم مش مرايبين من بعض وعشان كده قبلغ رد بيكون إن ده طفل محتاج رعاية أنت بتقارن نفسك به أنا بيكون عايزة أقول للزوجة ساقتها طيب والطفل الكبير الطفل الكبير اللي جوه الزوج على فكرة في طفل صغير داخل الرجل وأحيانا كمان بيغير من الطفل الصغير اللي هو ابنك مش بيغير لأنه بيغير من ابنه لكن هو بيغير لأنه عنده كمان طفل محتاج إنه يحصل له رعاية ولذلك إحنا دايماً بندرب في المقبلين على الزواج بندرب الزوجة المقبلة على الزواج إنها تلعب كل الأدوار ومنها دور المرأة الأم ويا سلام بقى لو فيه ست تانية لمست بقى في الراجل فكرة إنه محتاج للاحتواء ولا محتاج للطبطبة فيروح على طول اللي أنا بسميه الاحتواء البديل خصوصاً بقى لو هي بتعمل ده بسخاء بقى الزوج عينبهر ويحس إنه هو للأسف غيرت في الاختيار في الأول خالص الست اللي هتقدر تعمل توازن بين أولادها وزوجها وتفهم ده بتعيش حياة مليئة بالسعادة والنور ويصحح ده الفكرة عن الراجل هو إنه لازم أدي على طول وما خدش حاجة لا هنا ويحس إنه هو كمان مستهلك أو هي بتستهلكه فهي بتستهلكه بكتر المطالب لا تتغير الصورة دي ولما تقوله زوجته أنا عايزك تقعد معانا يعمل إيه؟ يفضل قاعد ساكت يقول لها مش أنت عايزانا أقعد معاك قديني أقعد معاك أهو عايزة إيه تاني ويحصل حالة من حالات الصمت اللي هو أنا بسميه العدوان السلبي حالات الصمت والعناد والتجاهل كمان بتحصل حاجة كمان مهمة جدا اللي لازم الأزواج يعرفوها كرد فعل للي حصل ده تبدأ الزوجة تتدايق ولما الست تتدايق بتكون عايزة تتكلم وتقول كل حاجة وتعبر عن زعلها ييجي الزوج يقول لها طيب خلاص خلاص بقى اسكتت الوقتي أنا بكون حاسس إن ده علشان الموقف يعدي تيجي الست بقى تقول يعني إيه أسكت يعني إيه أسكت دلوقتي وما تكلمش إزاي أنا ما تكلمش ده هو ده التنفس الوحيد لي دي بالنسبة لها مسألة حياة أو موت في حين إن مشكلة ممكن تكون بسيطة مش كبيرة وحلها بسيط هي مش عايزة حل إعجازي هي عايزة تنفس عايزة تشعر بإن في حد شاعر معاها بإحساسها هي عايزة تحس إن هي مش مهملة هي عايزة تحس بالحنية وبالاحتضان المرأة في كتر الكلام مش بتبقى محتاجة على فكرة إن هي ترغي هي محتاجة تحس بالأمان فبتدور في كتر الكلام على الأمان يبقى كده بلاش نصيحة لحضراتكم بلاش نتلكك بالأولاد الأولاد ده ما كان بنهرب فيه لما إحنا الاتنين ما نكونش متوفقين لما إحنا الاتنين ما نكونش حسين ببعض لما إحنا الاتنين نحس بإني احتياجاتنا غير ملباه لما نحس إن إحنا عندنا احتياج وشريك حياتي مش هيفهمه وعشان كده نعمل إيه بقى عشان نتخلص من الإهمال ده أول حاجة لابد من القضاء على قضية مين اللي يبدأ أنا اللي أبدأ بالاهتمام ولا هي اللي تبدأ بالاهتمام بلاش كده بلاش يعتمد كل طرف على التاني إنه ويبدأ بالاهتمام إحنا نعمل إيه عنا نبتدي إحنا الاتنين بالاهتمام ولو حد ابتدى بالاهتمام ما يعتبرش ده إهانة بالله عليكم ما يعتبر ده إهانة عشان ما نفضرش منتظرين بعض وتفضل الأشياء تتراكم وخاصة عند المرأة أنا بحذر الجالة حضرت النبي ما كانش يسيب السيدة عائشة يتراكم عندها شيء يقول لها إني لعنا ومتى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة ما يسيبهاش تقعد مع نفسها كتير كان يلحقها فعشان كده لازم نبدأ وإلا هنحتاج لطرف ثالث يصلح بيننا فإحنا لازم نبدأ ونبدأ بسرعة وما نتأخرش لإن إحنا لو فضلنا على كده هيحصل تراكم ويحصل للنفس الأمارة بالسوق إنتوا فاكرين إن أكتر حد بيسعد بالشيطان هو من يفسد العلاقة بين المرأة وزوجها طيب إيه تاني أكتر أكتر حاجة بتهلك هذا الدين وتدمر هذا الدين هو إفساد ذات البين وإنت لما تسيب المرأة تفكر لأحدها كده هي لن تفكر إلا في إن هي مهملة بإن هي في الحقيقة ما لهاش أهمية والرجل لما يهمل كمان بيحس إن هو بيضيعه ومن بيقولوش ليه أهمية وكأنه خلاص هو مصدر للأموال وبس هي بأول حاجة ببساطة زي ما قلنا لازم بشكل واضح نبدأ إحنا الاتنين ما حدش يستنى من اللي يبدأ نبدأ إحنا الاتنين تاني حاجة لازم كمان نتخلص من السور النمطية لأول سلطة المنشأ الكلام مش صعب ولا حاجة ما ينفعش إنه إنت وبتتعامل مع زوجتك تلبسها توف بولدتها وتجيب كل الصفات السيئة في والدتها وتحطها فيها وعشان هي إيه لطلع الأمه على فكرة ده في الحقيقة ظلم وأخذ الناس بصفات غيرهم وقال لا تزير وزيرة وزيرة أخرى إحنا الأساس اللي عندنا أن نتعامل مع كل إنسان بمفرده ونتعامل مع الناس بظاهرهم لكن أنت أكيد طلع لأمك وانت أكيد هتتحكمي في البيت وانت أكيد هتمنعيني ده ظلم وسوء ظن ومس صحيح ليه طيب؟ لأن النفس الأمرة بالسوق هي اللي بتخلينا نشوف هي اللي بتخلينا نرى ولزيك ما تسبش نفسك تسبغ لك وترسم لك صورة زوجتك على إن هي نفس الصورة التي لا تحبها في ولدتها نفس الكلام بيعمله الزوج مع إيه؟ نفس الكلام بتعمله الزوجة مع زوجها أنت طالع لأبوك بخير أنت طالع لأبوك بمقرط أنت طالع مثلا في بعض الأحيان تقول له أنت طالع لأمك بكلامك جارح لا خالص بلاس الصور النمطية دي يبقى أول حاجة إحنا الاتنين نبدأ تاني حاجة نعمل تخلية نخلي أزهن اجتنبوا كثيرا من الظن هو الراجل والله بيجوا يقولوا لي كده إيه يا سيدي أنتوا مش تركين الاهتمام ببعض ييجوا يقول لي يعني في حاجة بيركنوها على جنب كده ما يتكلموش عنها إن هما الاتنين هو ييجي يقول لي هي سيئة الظن فيها على طول وهو يقول هي هو سيئة الظن فيها على طول أيوا ما هو ده اللي بيخليكم تسيبوا بعض وما تهتموش ببعض وتهتموا بالأولاد ليه لأن سوء الظن أن هتعامل مع واحد ليه كل ما كلمه كلمة عيفهم الكلمة غلط وبعدين يديقني ويأزيني فسوء الظن ده ولا عزب الله مفرق سوء الظن ده قاطع ليه الصلاة فالزيك أنت لازم كل واحد فينا يشيل من دماغه إن هو تيجي بقى الزوجة هو ييجي الزوج يقول لي أمنا عرفها منين مش عارفها من أمها لا تعرفها منها هي وعشان كده رقم ثلاثة بقى عشان نقدر نعرف بعض لازم نيبقى فيه حوار والحوار فيه ثلاث حاجات الفهم والتفاهم والتفاهم يعني إيه أنا أفهمها زي ما هي بتتكلم وأفهمه زي ما هو بتتكلم مش أفهمه زي أنا عارفها هو عايز يقول إيه لا 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 خلص أنا لازم أسمعه لازم أسمعه وأفهمه زي ما هو بتتكلم هي كمان ولازم بعد ما فهمه كمان أتفهمه أتفهمه يعني إيه أفعم دوافعه وفهم دوافعه لازم أتفهمها وهو حاسس بإيه إيه هو اللي هو محتاجه من الكلام ده وعشان كده حدث النبي تفهم إن السيدة عائشة بتحكي له القصص عشان هي محتاجة إنه ويطمنها فإيه اللي حاصل فإيه لها كنت لك كأبي زرع إلا أمي زرع إلا أنني لا أطلقك فعارف إن هي محتاجة لده يبقى لازم نتفهم تالت حاجة نتفهم مفيش مانع على فكرة بعد ما أفهم وأتفهم الدفاع وفع ممكن يكون ليه وجهة نظر نقعد بقى ونتناقش حولها ونصل إلى قدر مشترك أي حوار بيننا لازم يصل إلى قدر مشترك بشرط إنه إحنا نكون متعاطفين مع بعض ومساندين لبعض ومتكملين مع بعض إيبقى قلنا إحنا الاتنين نبدأ بعد كده قلنا كمان مفيش طرف في تعامل بالصور الزهنية قلنا كمان آخر حاجة قلناها وهي رقم تلاتة إن إحنا لازم يكون بيننا حوار يبقى عندنا فهم وتفهم وتفاهم عايزين نجمل الكلام ده بعد كده بعد ما خلصنا الكلام ده إحنا عايزين نجمل الكلام ده في أشياء لابد منها لابد إن كل طرف من اتنين ما يقارنش نفسه بالأولاد وفكرة مقارنة نفسه بالأولاد هتفسد حاداتهم الزوجية وهتملق قلوبهم كراهية ويمكن تتملق قلوبهم كراهية من الأولاد فبلاش الزوج يقارن نفسه بالأولاد وبلاش الزوجة تقارن نفسها بالبنات أبداً هم بيعملوا كده لإن كل واحد فيهم بيبعث رسالة لأولاده أقول لكم حاجة الزوجة لما بتهتم بالأولاد الصبيان وتغضق عليهم الحنان هي بتقول له أنا عايزة راجل طيب زي الولاد دول قلوبهم مليانة حنية ما فيهاش أسوأ والأب لما بيهتم بالبنات بيقول لها يا ريتك تكوني في نفس براءة بناتك الرسالة دي لازم تتضح ما تخجلوش إن انتوا تبدأوا مع بعض بالمعروف لإن اللي يبدأ بمعروف في البيت بياخد معروف وصلة أفضل معروف هو المعروف اللي تفعله في بيتك وأفضل كلمة حلوة اللي تقولها في بيتك وأفضل حنان وأفضل حض هو اللي هتحتضنه لزوجتك قبل ما تحتضن أولادك لازم تتعلم ده كل ما تتعلم ده كل ما تجد اهتمام لإن دايماً الإنسان مفتور على إني اللي بيحس إنه هو أمانه وبيحس إنه هو ضمانه ما يقدرش يبتعد عنه عايز اهتمام لازم أنت تبدأ بالاهتمام الكلام للطرفين الكلام للزوجين وما فيش اهتمام غير لما تخصص لشريك حياتك وقت ليه هو بس تخصص لجوزك وقت ليه هو بس جربوا ده وحاولوا تعيشوا ده وشوفوا النتيجة هتكون إيه وننتظر منكم إن انتوا تقولوننا هتكون النتيجة إيه ونلتقي بكم بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نمج ولا تعسروا اللي بنطلق عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ويفضل المجالس العلم نذكر بها عند الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد على الدوام ونأخذ أول اتصال من أستاذ إيمان أستاذ إيمان اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إيمان أطمع بس أن حضرتك توطي التلفزيون تسمعين من التلفزيون مين أنا دلوقتي معايا أنا شكل معقوصي إنه مع هو يعني هو طيب وقويس وكل حاجة بس يعني هو مزروف دلوقتي مش مزروف حماية أعادنا في شقق أعلي يعني دول حداش وما فيش أصلا فيه وأنا معايا عفوال صغيرة فمشاكلة على طول معايا وصيب البيت بسبب كده يعني 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 هو بحث العيالي في التلوع والنزول ولا ولا عمل إيه مش عارف وعلى طول ما يدخل المزايا هو ليه هو ليه والده هو المتحكم في السكن ليه هو اللي بيدفع أجرته هو أجرته على أساس أنهم يعطي في إجار وكده آه يعني هو اللي هو اللي مأجر لكم يعني آه مش مأجرنا طيب 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 أنا برضو كثني مليان شوية ومش أدرة قولي مش هكلي بسبب كده فأنا مش عارف أحمل أرض هبقوا 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 معاه ولا سيب واسيب البيت واسيب الهيال مش عارف هجاوب على حضرتك يا أستاذ إيمان بصوا جماعة إحنا لازم نفهم إن السكن جزء من الاحتياجات الأساسية للإنسان فما ينفعش يبقى السكن مؤذي للصح ولا ينفع إن السكن يكون سكن غير موافق لحياة الإنسان ولا لصحته فسكن في الدور الحداشر مع حد وزنه زيادة مع إنه هو يبقى مفيش كمان أسانسير ده صعب جدا فأنا نصحت حاجة بطيفة خالص أول حاجة أنا غير موافق إن أنت تسيب البيت ولا تتطلعي ولا أي حاجة يقسد الإيمان أنت عليك إن أنت تاخد وعد من زوج حضرتك إنه هو في أقرب فرصة يأجركم شقة إيه اللي حاصل تأجروا الشقة اللي في الدور الحداشر دي وتروح تأجروا شقة بدلها لكن أنت لا تتطلعي ولا تسيب البيت ولكن اتفق معاه وأنا بقول له بقول له اتق الله في أهل بيتك لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعيتي فأنت اللي أنت هتأجر به عشان تحفظ أهل بيتك أفضل بكتير من أي حياة صرفتان فعشان كده اعمل رايح أهل بيتك وكل ما تفعله ستجده بركة وفتحة وفتحا وتوفيقا وسعة في الرزق فعلى طول أعمل كده وإن شاء الله ربنا يبرك لك وإن شاء الله ربنا يعينك وستاذ أمو محمد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك يا شيخ فضل ونعمل الحمد لله أنا عندي مشكلة مع زوجي إن هو مشايف إن هو ملزم بأي حاجة تجاهي أو تجاه أولاده غير في إن هو يدينا مصروف كل شهر وخلاص يعني لا بيساعدني في التربية لو احتاجته أنا عندي ثلاث أولاد وبنوتة والأولاد محتاجين قب برضو مهما كان يعني أنا ماشي وكل ما بكلهم يقولي التربية عليك سنهم كم الأولاد سبعتاشر سنة وعشر سنين وست سنين دول الأولاد والبنوتة 12 سنة يعني فيه ولد 13 سنة سبعتاشر الولد سبعتاشر سنة أوه وعشر سنين برضو ولد وست سنين ولد طيب هو بيقول لحضرتك إن هو مش مسؤول عن التربية أوه يعني بيقولي أنت في البيت أنت اللي عليك التربية أنت اللي عليك بكتهم وكبروا محتاجين قب صارم ومحتاجين برضو يعني الولد مهما كان ما بيوصل مرحلة معينة بيبقى محتاج يعني يد من حديث شوية غير الأم طبعا أكيد طيب أنت عايزة فين سؤال حضرتك أستاذ إيمان هل الكلام اللي بيقوله ده صح؟ لا أنا عارسة أنه هو غلص أنا عارسة أنه هو محتاج يعني أنا عايزة حضرتك توجه رسالة أنه يعني أنا وصلت معي مرحلة أنه أنا بقيتها تخانق معي بسبب الولاد بسبب أنه يتملص من أي مسئولية أنا أقول لحضرتك نعمل إيه؟ أنا أقول لحضرتك نعمل إيه؟ أستاذ إيمان بس أستاذ أم محمد بس أنا أقول لحضرتك حاجة اللي حاصل في بعض الأباء هما عندهم شوية مفاهيم لازم يعرفوه أن هما لازم يتطوروا فيها يعني الإنسان عشان إيه بقى أب ما بيبقاش أب كده زي ما بيقوله كده بالطبع لازم عشان إيه بقى أب لازم شوية فيه مفاهيم تدخل في زهن من أهم المفاهيم اللي لازم تدخل في زهنه مفهوم المسئولية مفهوم المسئولية ومفهوم تلات مفاهيم كده مفهوم المسئولية ومفهوم الرعاية ومفهوم القرب أنه يعمل إيه؟ يكون مسئول ويرعى حد قريب منه يعني مفيش حاجة اسمها أبوة عن بعد لازم الأبوة تبقى عن قرب لأنه مش عن ملاحظة مش عن مرأبة لا في فرق ما بين القرب والمرأبة والملاحظة القرب هيخلينا نلاحظ بطبيعته لكن ما فيش حاجة اسمها أبوة عن بعد يعني لما يتقفل الباب بين الأب وبين ابنه ده نوع من أنواع البعد يبقى هو لازم يبقى قريب طيب هل الأب مسؤول عن تربية أولاده؟ يقيناً آه طيب نعمل إيه؟ عشان ما طولش عليك في الإجابة هنعمل ثلاث حاجات أنت هتعملي ثلاث حاجات أول حاجة أن احنا محتاجين نمرر شوية مفاهيم لزوج حضرتك من غير ما يحس أنه هو بيولام لأن أنت لأول ما هتلوميه هيعمل إيه؟ هيعمل حاجة اسمها اللوم الانتقامي هيجي لومك أنت فتحسي أن الموضوع باص فنعمل إيه؟ نمرر المفهوم إزاي؟ نقول له فلان عايز يقعد معك عشر دقائق أو تعالى نتكلم عن عشان فلان عايزين نتكلم عشر دقائق فهتبتدي بوقت صغير تتكلمي عن أمور الأولاد وتاخدي رأيه وبس تاخدي رأيه وبس وتروحي تغيبي ومين تلاتة وتقول له عملت باللي أنت قلت عليه دو وطلع حاجة كويسة قوي كويسة قوي إزاي يعني؟ حصل كيت وكيت 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 حتى تعالى شوف إيه رأيك يا محمد اسمع إيه رأيك اللي عملته دو كان كويس؟ أهو كان كويس جدا 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 يبقى إيه اللي حاصل؟ إحنا خلق لاله اهتمام لأنه ممكن يكون على فكرة مش عارف المدخل هو مش عارف المدخل للأبوة فلابد إن إحنا نساعده على المدخل ده إنتي مش عدوته إنتي شركته إنتي جزء نصه التاني فإنتي لازم تساعده فعملين له مدخل الحاجة التانية إحنا محتاجين شويتين تلاتة نقعد مع بعض كتير يعني إيه اللي حاصل؟ نقعد مع بعض من غير مسؤولية يعني إحنا محتاجين كأسرة نقعد مع بعض من غير مسؤولية يعني ناكل أكل مع بعض على الأقل أو نصلي صلاة مع بعض لازم نعمل الحكاية دي مع بعض تالت حاجة أنا بنصحك بيها إن أنت تتقربي منه شوية لأنه ممكن يكون هو شايف إنه شايل حاجات كتيرة فتفهمي إن الحاجات دي ممكن يكون لها حلول والوقت اللي هيفضل ده ممكن نقضيه مع أولادنا التالت حاجات دولة هتساعده إنه هو يبقى معاكي وأنا بقول له تركك لتربية أولادك ده حرام وظلم وتضيعي للأولاد ومن أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول فتوكل على الله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والسلام ويفتح عليكم إن شاء الله ويوصلح ذات البين نعم أستاذ غادة تتفضل أستاذ غادة ألو ألو تفضلي أستاذ غادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك فضل ونعم الحمد لله أنا عندي مشكلتين حضرتك معنش فضل أول سؤال أنا عندي إذن أخوية توافتها في شهر تمانية اللي فات الله يرحمه ويجعله في فسيح الجنات يا رب واحد عشرين سنة بس أنا المربيه وكده يعني كان ابني مش كان ابن أخوية نعم تعبنا نفسيين جداً بسيح الموضوع داً لأنه أنا شفته وهو مصح حتى حضرتك بقاء لله إن شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجعله إن شاء الله في النعيم ومقيمه يعني فحضرتك أنا تعبنا نفسياً ورحت الدكتورنا الثاني بسببه ومش عارسة أكمل حياة وعلى طول يجي لي في الحلم إن أنا عايش وكويط وعمتوا ما تفعليش والكلام دا دي أنا بقرأ قرآن وبعمل بطلع على روح حاجات كتير أو بعمل حاجات كتير بتطبك يعني بس مش عارسة أشيله من يعني من دماغي تذكيري وحياتي كلها معاهم مش عارسة أعمل إيه أقولك تعملي السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة لجوزي حضرتك أنا متجوزة بقليه ثلاث سنين أنا مريض السكر وعند الضغط وفيه مشاكل في القلب فالخلصة المتأخرة هي مش متأخرة هي حصلت وبينزل بيحصل لأنزول يعني فمعي مشكلة مع حاماتي مش مستبرين علي وكتر الزن والمشاكل كلما يتكلمه هنجوزه وهو كلما يتكلمه يقول لي هطلقك والكلام دا ولما بروح للدكتور يقول لي أنت مفكيش أي حاجة بس هي تقعب نفسي وكتر الزن يعني مش هيرمي حاجة يعني مش هيحل موضوع فأنا عاست أخبر حضرتك هل كده أنا أتطلق ولا أعمل هجاوب هجاوب حضرتك هجاوب حضرتك يا أستاذة غادة أول سؤال أنا بس عاست أسألك سؤال لو أني الكريم الفاضل العزيز ابن أخت حضرتك أو ابن أخوة حضرتك جالوا سفر إن هو يدرس بر جالوا أي حاجة عشان يزداد خيره في الحياة أو إنه هو فتح شركة في أي مكان في العالم كنت هتقدر يتمنعين إن هو يسافر عشان يحقق مصلحته ما أزنش كنت هتقدر يتمنعين صح مش كده برده أستاذ غادة فهو كان يسافر وإنت عشان مصلحته ما كنتش هتقدر يتمنعين إنت كنت متصورة إن اللي هيحصله في السفر كان أكتر واللي هيحصله من الملك سبحانه وتعالى أكتر بكتير على فكرة الكريم حبيبك ما ما رحش للعدم أنت ممكن تتواصل معاه وممكن كمان تبعطيه له الهدايا وهو يفرح بالهدايا دي وفكن أفضل وأحسن وأوسع وأكرم وأجمل من اللي إحنا فيه ده فإذن هيبقى من الأنانية إن أنا أطلب إن هو يكون واحد الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه فدعاه إلى ساحة كرم نجنؤل لا لازم تفضل معنا وتفضل معنا وتبقى وتبقى في التكليف هنا ولا يروح هناك يكرمه الله سبحانه وتعالى فهو رح لمولاه سبحانه وتعالى أقبل على الكريم فيضيفه أمر التاني وما رحش للعدم وما رحش للعدم كل ما تقرأي القرآن اللهم هبمس لسواب قراءة القرآن لفلان يوصل ويفرح ويسعد وتحقق كده وتأقن إن هو فرحان وسعيد ولازم تعرفي كمان إن مش بس أقولك إن إحنا كلنا مصنل ده لا إحنا في حيوات إحنا مازلنا سنعيش يعني بعد هذه الحياة الأولى سنعيش في الحياة البرزاخية ثم نعيش في الحياة الآخرة فهو حي حي وحياته تجعلك تتصل بيه والدليل على زيك إن إحنا بنروح نسلم على أهل المقابر فإفهم الكلام ده وحاولي تعيش به هترتاح كتير جدا 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 السؤال الثاني بقى جوز حضرتك وإزاي جوز حضرتك بعد بيستعجله بتستعجل أسرته الخلفة فأنا بقولك إن شاء الله ربنا يرزقك وما تتطلقيش والكلام ده تنصحيهم تقول لهم هذا الكلام مالوش لازمة هذا الكلام هذه الخلفة دي رزق من الله وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للمرء ما لم يعجل قال وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت فلم يستجب لي إن شاء الله ربنا كريم وأنا بقول لهم ما تستعجلوش وما تستعجلوش لكي لا تكونوا عونا للشيطان على السيدة غادة فوحدة وحدة ترفقوا بيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى رزقه وخيره سيأتي إن شاء الله نعم أستاذة نوها من أسيوت تتفضل حماية كان ظالم أهله كلهم ورميهم وهم صغيرين ويتكوز وثاب البيت وبهدلهم بآخر بهدلة وما صغرش عليهم بأي حكا عصدك حمايتك وأولادك عصدك حماتي رمى حمايتك وأولاده طيب وبعدين تمام دلوقتي حماية ده بيجي يتواصل معهم بعد ما كبروا مم وهو مش بيتواصل حني خالص هو لما بيبقى محتاج زهقان أو مداي أو مخنوق أنه هو رماهم هو القرر يرميهم وصابهم فهم قلبهم نشف شوية من كتر اللي حصل في حياتهم مم ففيه اختلافات بيننا طول الوقت إننا عايز جوزي يرضى عنه ربنا إن هو يدور عليه وكده كل ما يقرب منه يتخانق معهم ويعمل لهم مشاكل ويجتم ويقول ألفاظ وكده فهيطر يبعد عنهم تاني يطر يبعد ويتلاشوه هو يعني مش قاعدين في نفس الوقت فين سؤال حضرتك يا أستاذ النوح ربنا هيحاسب سوقي على الكلام ده هل من حقه إنه هو يبره مهما أثى ليه أو أذا ودلوقتي من الظلمه إحنا أنا بقوله إنه إنت لازم تاخد رضا ربنا حتى لو هو بالظلم أكلم حضرتك أقول لك الحكم وأقول لك كمان إزاي نعمل إيه في الحالة بتاعتنا دي أول حاجة هل هو آسم شرعا إنه هو يقاطع أبوه طبعا هو آسم شرع لو مهما عمل الأب والأم لازم يتواصل معه ولازم يبره ده إذا حتى دعوه إلى الكفر وده ما حصلش وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفه فلازم هو يكون صاحب معروف لإني على فكرة كان سبب في وجودك هو والدك والدم اللي جرى فيك له صلة بيه وحياتك كلها لها صلة بيه فما ينفعش عشان حياتك تتنكر لي لا خالص لذلك إيه اللي حصل لابد أن أنت تحسن إلى أبيك ولابد أن أنت كمان تكون على البر له مهما حصل منه مهما عمل فيك فأنت ده واجب عليك فرض عليك من الله سبحانه وتعالى وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا فأنت لازم تعمل كده لكن ما فيش منع أن أنت تمنع الأذى عن نفسك تمنع الأذى عن نفسك يعني إيه لو جاي بيقولك رأي مش كويس ما تعملش بيه لو جاي بيقولك رأي مش كويس يدمر حياتك ما تعملش بيه لو بيقولك كلام مش لطيف ما تسمعوش وما تسمعوش من غير ما تسيء إليه يبقى إيذن واجب عليك فرض عليك أن أنت تحسن إلى أبيك وما ينفعش أن أنت تعمل حاجة غير كده ما ينفعش أن أنت تسيء إليه وتكلمه بطريقة مش كويسة أو ترد عليه الإهانة كل ده لا يجوز شرع لكن يجوز أن أنت تمنع الإهانة عن نفسك تقول إن أنا برفض ده بس في نفس الوقت رفضك لا يشتمل على إهانة فلذلك اللي أنت بتقوليه إن هو لابد إن هو يحصل لوالده ده واجب شرعا ما فيهاش أي خلاف وإن هو طب نعمل إيه بقى؟ ببساطة خالص خالص أنت بتحاول بقدر الإمكان تعملي إيه؟ ما تجي بيش سيرة اللي كان وحاولي إن الأولاد أولادك يتواصلوا مع جدهم الأولاد نفسهم لما يتواصلوا مع جدهم تواصل بقى جدهم إن هم يتعامل معهم بطريقة كويسة الأولاد رسول مهم جداً جداً لإصلاح الحال فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وإنت تتكلمي وليه لو أنه بيقول عنه كلام كويس بيقول والله ده فولان ده هو اللي فولادي فتتكلمي كلام حسن فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيه عن طريق الأولاد الأولاد عنصر مهم جداً جداً الأولاد وكلام حضرتك إن شاء الله يرقق قلب يزوك حضرتك عشان يحسن لوالده إن شاء الله السيدة معالية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لبركاته لك يا دكتور عمل ايه فضله نعم الحمد لله كل سنة انت طيب حديك طيبة وبصحة وبسلام الله يخليه يا دكتور أنا لو سمحت يا دكتور عندي سؤال تفضلي أنا عندي ابني سريع الأيمنات والطلقات بس هو كان في الأول بيشرب مفضلات وحالة النفسية دلوقتي تعبانة تعبانة هو بطل ولا ما بطلش ما أظنش بطل لا هو بيزجع بيبطل ويرجع بيبطل ويرجع باي ما بطلش يعني فدلوقتي رحنا الدار الإفتة ثلاث مرات والشيخ أنا قلت له على الحالة اللي عنده فهو جاله دي آخر يمين بس هو يعني مش حالة الطبيعية فبيتكلم كلام مش معجول بيتكلم كلام ما بيحصلش ولا حاجة ده المخدرات بعد وقته معين المخدرات بتعمل هوس وبتعمل هلاوس فأنا دلوقتي هو رمى آخر يمين على مراته ودلوقتي هو معاه ولدين وبنت أنا دلوقتي مش عارفة يعني أنا العيال هم اللي سعرنين علي مش عارفة دلوقتي فأنتي بتسأليني على الطلاق ويع ولا لا ولا بتسأليني نعمل في الحالة اللي احنا فيها دي ليه اتنين يا دكتور معالي حاضر عجابة على حضرتك يا حاجة معالي أول حاجة الحلفانات والأيمانات دي مش هينفع لازم نسمع منه وفي بعض الأحيان بنحتاج للجنة عشان تقول قد ايه هو مسؤول تحت تأثير مخدر عن الكلام اللي هو بيقوله دي أول حاجة الحاجة التانية تعملي ايه بقى لازم بشكل واضح اذا وصل ان هو عنده هلاوس لازم يروح للطبيب بقابل واحد لان الهلاوس دي بيبقى فيه خلل فيه مراكز في المخ وفيه خلل في كيميا المخ فهو لا لازم ياخد علاج عشان يخرج ده وطبعا لازم يتعالج من الإدمان هو خلاص وصل للإدمان فهو لا لازم يتعالج من الإدمان ويخرج من ده وانا نصحتي سندوق مكافحة الإدمان يساعد في ده جدا 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 فانا شايف ان هو لازم يروح لده ولازم يعمل الكلام ده لو عايزة تتغطي في اتجاه صحيح اتغطي في الاتجاه ده وان شاء الله ربنا يكرمك ويكتب لكم الخير وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليكم من نظر التوفيق والسداد واللطف والكرم يا رب العالمين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على ان الأولاد ما ينفعش يتحولوا إلى مصرح عمليات احنا محتاجين الأولاد يشوفوا قد ايه الأباء والأمهات كل واحد فيه مهتم بالآخر كل واحد يعيش مع شريك حياته وهو حاسس ان هو ركن من أركان حياته ما يقدرش يعيش ولا يتصور حياته بدونه وعشان كده احنا محتاجين بشكل دقيق ان كل واحد فينا يخصص وقت لشريك حياته محتاجين يبقى بينا حوار كل يوم محتاجين كل واحد فينا يبدأ ما ينتظرش التاني يبدأ محتاجين نشير الصور اللي لوزت أزهاننا ونبقى بنتعامل مع بعض زي ما احنا كتير من الأزواج والزوجات بينتظروا ان يتشاف النور اللي فيهم ويتشاف الحلو اللي فيهم وإذا انت أحسنت إليها وإذا أحسنت إليه هيخرج أحسن ما فيه يا رب اجعلنا من أهل التوفيق والسداد حتى نكون أعوانا لأحبابنا على أنفسهم حتى يخرجوا أحسن ما فيهم حتى نعبدك وتعبدك بيوتنا يا رب العالمين بالمحبة وبالجمال وبالخير والرحمة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا محلا لنظرك بالرحمة والمودة على الدوام يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر